الرئيس الروماني المنتهي تولايته تراين باسيسكو اتهم رئيس الوزراء المرشح للانتخابات الرئاسية فيكتور بونتا بالعمل كضابط في جهاز الاستخبارات الخارجية بين عامي 1997 و2001 بونتا نفى الخبر معتبراً إياه أكذوبا وأعلن أن القانون الروماني يمنع تسريب أسماء رجال الاستخبارات وبذلك إشارة إلى أن باسيسكو سيعقب على كلامه هذه الاتهامات تأتي في خضم الحملات الانتخابية للمرشحين وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الدورة الأولى للانتخابات التي لم يستطع باسيسكو الترشح لها لولاية ثالثة على التوالي